بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة وننتقل إلى الوحدة الثالثة قضية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الأولى التعريف بحقوق ذوي الإعاقة تعتبر قضية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من القضايا التي أثارت اهتماما كبيرا لدى آباء ومهات الأطفال ذوي الإعاقة والإداريين والعاملين في مراكز التربية الخاصة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وذلك بسبب أن الحقوق التي نالها الآباء والأمهات والأطفال ذوي الإعاقة جراء ظهور تلك الحقوق في الدول المختلفة ويسبب هذا من إرساء قواعد تنظيم العلاقات بين أطراف العملية التربوية والاجتماعية والوظيفية ككل حيث يعتبر ظهور تلك القوانين نقلة نوعية في مجال التربية الخاصة وخاصة في الدول التي ظهرت فيها القوانين والتي تعكس مدى الوعي والاهتمام بهذه الفئة من الأطفال من حيث حقوقهم المختلفة والتي عملت على المحافظة عليها وتنظيمها كما يعكس ظهور القوانين في الدول المختلفة الاتجاهات الإيجابية نحو فئات الأطفال غير في فئاتهم المختلفة أطفال ذوي الإعاقة في فئاتهم المختلفة الذين يشكلون نسبة لا بأس فيها في المجتمع الآن لو نظرنا إلى النظرة التاريخية إلى حقوق ذوي الإعاقة طبعا اختلفت نظرة المجتمعات إلى الأفراد ذوي الإعاقة وعلى ذلك طبعا اختلفت الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة فلو نظرنا إلى هذه النظرة التاريخية كان أول شيء التخلص من ذوي الإعاقة كان اتجاه السائد في المجتمعات اليونانية والرومانية أيضا ظهرت الديانات السماويلة تتسمت بالمواقف الإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة أيضا حرمان المعوقين من حقوقهم الاجتماعية والتربوي في عصر النهضة في المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى حيث اطلق عليه عصر السلاسل الحديدية بعد ذلك ظهرت الاتجاهات الإيجابية نحو ذوي الإعاقة في منتصف القرن الماضي وخاصة حقوقهم الصحية والتربوية والاجتماعية الآن لو تكلمنا عن أسباب ظهور القوانين الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة نقول أن هناك عدد منها الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه القوانين وضغطت على الحكومات لوضع قوانين خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من هذه الأسباب نتيجة المشكلات التربوية والصحية والاجتماعية التي عانى منها ذوي الإعاقة وذويهم أيضا نتيجة للجهود الإنسانية التي قام بها علماء النفس والتربية والاجتماع والقانون والدين أيضا نتيجة للضغوط التي مارسها أبا وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة وأيضا نتيجة للجهود الرسمية التي مارستها الحكومات والهيئات الدولية في مجال حقوق ذوي الإعاقة الآن هناك عدد من المصطلحات ذات العلاقة بقوانين الأطفال ذوي الإعاقة أول هذه المصطلحات ألا وهو القانون غير الملزم ما هو القانون غير الملزم؟ القانون غير الملزم يعني إمكانية تقديم المدارس لبرامج التربية الخاصة أما القانون الملزم فهو يعني إلزام المدارس بتقديم برامج التربية الخاصة أما القانون العام ونعني به ذلك القانون الملزم والذي تضمن مجموعة من المواد والصادر عن الدولة أو الحكومة مثل مثلا عدد من القوانين المعروفة دوليا فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة مفهوم وأبعاد قضية حقوق ذوي الإعاقة لم تكن حقوق ذوي الإعاقة التربوية والتعليمي والاجتماعية موضع اهتمام وعناية قبل ظهور القوانين الخاصة بهم حيث يعتبر القانون هو الآداء التي تعمل على تنظيم علاقة الأفراد ببعضهم بعض بما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق